تنفيذنا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومتابعة السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج الذي يمتد من نهاية منحدر جسر انفينيتي في ديرا حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة ويبلغ طول النفق 1650 مترا وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطاقة استيعابية قدرها 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين وقال معالي مطرطة يرى المدير العام ورئيس مجلس المديرين إن المشروع يعد جزءا من مشروع تطوير محور الشندغة ويمتد بطول 13 كيلو مترا ويتضمن تطوير 15 تقاطعا ويخدم عددا من المناطق السكنية الحيوية والمشاريع التطويرية ويخدم عددا من المناطق السكنية الحيوية والمشاريع التطويرية